مرحبا بكم في فيديو جديد كنت مبرجة بش نعمل معكم برشة وصفات في رمضان ميما سهلش ربي الإنسان يبدأ مبرمج حاجة وربي يبدأ مكتب حاجة أخرى وتي الظروف ما نجمش نهبط حتى شي عندي دي فيديو ديجا مصورين توا بش نحاول نركبلهم الصوت أول فيديو اللي هنا بش نعمله معاكم اللي هو البردو نوازات بردو نوازات وإلى زبدة البوفريوة البوفريوة هي البندق في بعض البلدين الأخرى علي سامينها بردو نوازات البوفريوة وزيدة لونها يبدأها كيف البوفريوة البردو نوازات تتكون من زبدة لازمها تكون زبدة من مصدر حيواني مهيش يعني زبدة من مصدر نابتي مهيش مارجرين ولا حاجة لازمها تكون زبدة حيوانية ولازمها لهنا تكون غير مملحة يبدأ مكتوب عليها اللوطة يعني مملحة وإلى ليه نختارو الزبدة الغير مملحة بالنسبة للقانتيتي انتو ما ورسات يعني أما كين نقولوا ميتين جرام بردو نوازات مروا مش لهنين ناخذوا ميتين جرام ونقولوا كهو لأ خاطر اللي هنا ميتين جرام ومبعض كين غليها بش تنقص اتنحى من هاك الحليب اتنحى من هاك الماء وكالكشكوشة وكالكل يعني بش تنقص منها برشة مهيش بش تقعد ميتين جرام بش تنقص يعني هاوكا حبيت نفهمكم اللي كين قولوا ميتين جرام بردو نوازات تحسبوا مبعض لتتغليوها مش هكا تاخذوا ميتين جرام وكهو بالنسبة لبردو نوازات نستعملوها في الحلو تبنن برشة الحلو يعني خطر مطعمها ياسر ابنين وزيدة تخلي الحلوم بتاعنا يصبر مدة اكثر مش كما نستعمر الزبدة المذوبة الزبدة الزيبة فرق راو بين الزبدة الزيبة وبين بردو نوازات ما هاو مش كيف كيف بالكل وطاو بش نشوفوا مبعضنا الطريقة سهلة على الاخر هنا بش ناخد الكاسرونة اللي بش نخدم فيها وبش نحط فيها الزبدة وحاجة اخرى حبيت نقول هاي لكم الزبدة هذي اللي استعملتها خطر اكثر نوع يعني انا يعجبني الهنا في السعودية متنا جموة تستعملو اي نوع اخر المهم يعني مصدر حيواني مهيش زبدة نباتية بالنسبة لتونس فما ديليس فما فيتالي اكثر حاجة نأكد عليها انها تكون زبدة من مصدر حيواني مش مارجيرين اهم حاجة اخذيت الزبدة متاعي الهنا وحاتيتها في كاسرونة وبش نحطها على الغاز تبدى درجة متوسطة مهيش درجة عالية برشة سينات التحرق راهي ومهيش درجة واتية خليوها تاخذ وقتها لانيه زبدة متاعيها كبادية يعني الذوب بعد للذوب بتون شوفوها تبدى تغلي والحليب هذيك متاعي يطلع على الفوق وبعد يعني تغلي بتون شوفوها تبدى تكشكش بالقوي وبعد تبدى التكتك جملة يعني نسمي واك التكتك هذيك وتخرج اصل الريحة متاعها تخرج ريحة كيف ريحة النوازيت تبدى ريحة بنينا عن الاخر نعرفوها رايسة اي حاضرة ان شاء الله المراحل الكل يعني واضحين خليتلكم هنا كل سيكونس هكا خليت شوي شوي بش تفهموا يعني الازيتاب اللي مرينا بهم بش نتحصلوا على البردن وزيت بالنسبة البردن وزيت انا استعملتها في بارشة انوية عمتها حلو كل مرة تسألوني عليها شنوة اذك علي شاركتها معاكم في فيديو واحدها استعملتها في الغريبة الملفوفة في الملسوقة استعملتها في في الغريبة بريستيج في الغريبة العادية استعملتها في التمارات حاصلوا في بارشة انوية ان شاء الله نحطها لكم في صندوق الوصف وهذه هي زبدة البوفريوان بتاعنا لهنا حاضرة ما نحكي لكمش على الريحة بتاعها كيفش فيه وحا قديش يبنينا وزيت كما تشوفوا لونها يتبدل بش نعرفوها صيح حاضرة ريحتها تخرج وزيت لونها يولي غامق وتعوى بش نتعدى نصفيها انا بش نصفيها لهنا خطر في الصحفة هذي على خطر بش نستعملها في الوقت اذا كان انتو ما معناها بش تعملوها تحضروها ما كومش بش تستعملوها في وقتها هاوك خليوها تبرد وصفيوها في دبوزة تبدل بلار وحطوها استحفظوا بها في الفريجيدير ووقت لي بش تستحقوا بش تستعملوها اجبدوها انا بش نستعملها توا كما شفتوا لهنا لون هكي فيش ولا غامق لهنا هاوك بش نوريكم مازلت سخونة هكا بش نوريكم بشوي بشوي وهذه وريحتها ازادة ما نحكي لكم مش قديش ريحتها فيوحة وهذي زبدة البوفريون هذي الفيديو متاعنا لليوم فيديو خفيف فضريف ان شاء الله يكون اعجبكم اذا كان اي حاجة مهيش واضحة اكتبوا لي في الكومنتير وان شاء الله نجاوبكم وتاوا نبوسكم برشا ونقولكم بس لعيمة وعلى بروشين ان شاء الله باي باي